أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني جريمة قتل ثلاثة من المدنيين الأبرياء وإصابة طفل بجروح خطيرة في انفجار لغم زرعته ميليشيا الحوث الإرهابية في قرية المقانع بمديرية حيث جنوب محافظة الحديدة في حصيلة جديدة لضحايا الألغام التي زرعتها الميليشيا الحوثية بشكل عشوائي في المدن والقرى والمنازل والطرق العامة والأسواق والمساجد وأوضح معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن هذه الجريمة النكرى امتدادا لأعمال القتل اليومية الذي تمارسه ميليشيا الحوث الإرهابية بحق المواطنين الأبرياء في مختلف المحافظات من زراعة للألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي وقصف المدن والأحياء السكنية والمنازل بقذائف المدفعية والهاون ونيران القناصة وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة مربع الصمت والقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إدانة أعمال القتل وغيرها من الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق أبناء تهامة وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا